الجزء الثاني وهو جانب إفريقي بقى احنا خلاص النهاردة نقفل مباراة تفاركو وصفحة الدور العام ومن بكرة الفريق لما يستهنف تدريباته هيبدأ يستعد للبطولة الإفريقية يوم السبت القادم في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى ما بين الأهل والمريخ السوداني هتتلعب يوم السبت الساعة التاسعة مساء على استاذ الأهل والسلام مين اللي هيدير هذه المباراة تحكيميا؟ الكاف أعلن أن خلاص هذه المباراة هيديرها طاقم تحكيم من أنجولا هم اللي هيكونوا مكلفين بإدارة هذه المباراة ما بين الأهل والمريخ السوداني حكم الساحة الأنجولي هيلدر مارتينيز دي كارفيلو ده حكم دولي وكان موجود في كأس الأمم الإفريقية هيكون حكم لهذه المباراة مساعد أول جيرسون دوسانتوس مساعد ثاني ميليدو مويس والمرائب من الجزائر الكابتن عبدالله جودا والمنصق الأمني من السيراليون محمد فري والمنصق العام فاكرين الحكم الجابوني الدولي إيريك أوتوجو اعتزل التحكيم بالسنة اللي فاتت وكانت آخر مباراة بيدرها أعتقد كلنا شفناها في الكنغو الجيمقراطية وده كان آخر مباراة بالنسبة للحكم الجابوني إيريك أوتوجو وهي المباراة اللي كانت ما بين الكنغو وأعتقد كانت في تصفيات كأس العالم بس مش نتذكر المباراة كانت مين بالزبت بس ده كانت آخر مباراة لإيريك أوتوجو إيريك أوتوجو اعتزل وخد رخصة من الاتحاد الأفريقي وأصبح منصق عام لمباريات الأندية في مسابقات دور الأبطال والكهس الكونفدرالية أول تكليف رسمي لإيريك أوتوجو هتكون مباراة الأهل والمريخ يوم السبت القادم وهيكون هو المنصق العام لهذه المباراة والاجتماع الفني لهذه المباراة هيعقد في مقر النادي الأهل بالجزيرة يوم الجمعة الساعة 2 الظهر عشان بقى كافة الترتيبات الخاصة بموعد وصول الفريقين إزاي الرسمي لكل فريق معرفة آخر الترتيبات الأمنية إمكانية حضور الجمهور كل ده بيتأكد أن يعرفه كمان خلال الساعات القليلة القادمة لكن كان مهم جدا نعلم من خلال شاشة قناة الأهلي من حكام هذه المباراة وانتم متعودين من هنا دايما في التريند أي خبر بيتعلق بمشاركة لمنتخب مصر أو النادي الأهلي على المستوى القاري أو الدولي بيبع عندنا السابق ودايما بنقول لكم كل الجديد هنا من برنامج التريند كل التوفية رب للأهلي نهاردة راحة بكرة مفيش وقت للرفاهية بكرة الاستعداد للمريخ معسكر ثم اللقاء يوم السابت القادم وكل التوفية رب سلاسة نقاط مهمة جدا عشان الأهلي يوصل لأربع نقط في المركز الثاني على أمل يا رب تحيي نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا مع لقاء سانداونز لأن آخر مباراتين مع المريخ والهلال هنا في مصر إن شاء الله الجولة الخامسة والجولة السادسة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لسه عندنا الجديد في باقي فقرات برنامج التريند ترجمة نانسي قنقر